اشتركوا في القناة بمنتجع وفندق جميرا بمنطقات أزلاج وحضر الاحتفالية سمو شيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو شيخ عيسى بن علي الخليفة وكل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ولجنة الأولمبية البحرينية وكبار الحضور والمدعوين وبهذه المناسبة بارك سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة لجميع موظفي ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات معربا سموه عن اعتزازه بلقائهم في هذا الشهر الفضيل شهر التواصل والتراحم حيث تبدل سموه معهم التهانية بالشهر الكريم مستذكرا ما يحمله الشهر المبارك من فضائل وقيم ترسخ الروابط الاجتماعية وما يبثه من أجواء المحبة والتألف بين أبناء المجتمع مشيدا بأهمية هذه اللقاءات في تقوية تلك الروابط ونوه سموه بعزيمتهم وإخلاصهم ومساهمتهم في كل في موقعه لتحقيق نجاحات مشرفة للمملكة والتي هي محل شكر وتقدير دائم مؤكدا سموه على أهمية التكامل والتعاون بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية وفق الأدوار والاختصاصات المناطبها لتعزيز مسيرة القطاع الرياضي وتنميته وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود الطيبة التي تفذلها الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح مبتهلا إلى المولى أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا وقد شهدت الغبقة الرمضانية الكشف عن هوية الرياضة البحرينية الجديدة والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بعنوان بحرين بهوية دلمونية حيث تم الكشف عن الأطقم الرياضية الجديدة والتي تحمل شعار الهيئة وشعار مملكة البحرين عبر نماذج مختلفة وذلك في إطار حرصها المتواصل على التجديد والابتكار كما شهدت الاحتفالية كلمة لكل من الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهيجي عقب ذلك تم استعراض فيلم قصير يتناول أهم الإنجازات والأحداث والفعاليات التي نظمها الجانبان وتضمنت الاحتفالية كذلك سلسلة من الفقرات والمسابقات والجوائز للموظفين كما تضمن الحفل تكريم مجموعة من الموظفين المتميزين في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر